اطلقت شركة أوبرا نسخة جديدة من متصفح الويب خاصتها لأنظمة التشغيل المبنية على نواة لينكس وتحمل النسخة الجديدة الإصدار رقم 24 وهي أول نسخة مبنية على أساس متصفح كروميوم النسخة مفتوحة المصدر من متصفح كروم الخاص بشركة جوجل وأشارت الشركة في مدوناتها الرسمية إلى أنه تم اختبار المتصفح الجديد على نظام تشغيل أوبونتو وهو يعمل بشكل جيد معها كما أنه يمكن أن يعمل على بقية الأنظمة التي تعتمد على لينكس ولكن الشركة لم تعطي ضمانات لذلك ويحمل المتصفح الجديد أحدث ميزات أوبرا بما فيها ديسكاور وستاش مع تشكيلة واسعة من الإضافات والقوالب الخاصة به بالإضافة إلى تحسين كبير لميزتي سبيد ديل وأوبرا توربو وكانت الشركة قد توقفت منذ عام عن تطوير نسخة متصفحها العادية والخاصة بأنظمة لينكس ترجمة نانسي قنقر